بسم الله الرحمن الرحيم ازاي تحصل على نسخة مجانية من اوتو ديسك اوتو ديسك بشتوزع النسخ مجانية ببلاش ما نوز بتعيد ملدها ولا حاجة هي الفكرة كلها انه هو بدي نسخ تجريبية سواء للطلبة او اللي واحد مثلا عنز يشتغل في البيت او كده وبعد كده لما شركة مثلا تكبر معها مشروع كبير بتبقى اكبار الناس تشير النسخة فتلاقي مثلا اشترط مثلا خمسين نسخة كل النسخة مثلا بمبلغ فده ده الريح بتاع اوتو ديسك عشان انه فهمين بس العملية مش ازاي فلو واحد شغال في البيت عنده اوتو ديسك يعني ما بش هتكلمه لو انت بتعمل حاجة سبوبة من تحت السلم ما فيش اي مشاكل خالص تمام والكلام ده على مسؤوليتي المشكلة كلها لو انت مثلا شركة كبيرة فهو من حق نواي ياخد جزء من الارباح او ياخد حق النسخة او لو انت هتشغل مثلا مع حاجة حكومية او بعض الشركات الكبيرة جدا في المشاريع الكبيرة الضخمة بشترة انت تكون شغال بالنسخة اصلية تمام طيب ازاي بقى انزل نسخة تجربية اوتو ديسك ايديوكيشن تمام ده نسخة ايه معمولة مثلا حد هيتدرب حد هيتشغل مش هو صغير بتلاقي كل الاصدارات بتنزل البرنامج بيفضل شغال معاك ثلاث سنين طبعا كل سنة بيزنزل الاصدار فبتعمل التصطيب للاصدار الجديد فبشفر معاك ثلاث سنين دي قابليها بكتير هتلاقي نفسك خلاص غيرت خلينا مثلا نزل الرفيت على سبيل المثال تمام بتيجي هنا بتقول له sign in او create account بتكتب اسمك واميلك وبيقولك مثلا تشغل انت بتدرس فأني مع احد بتكتب اي حاجة لو رفض بتكتب حاجة تانية لحد ما يوافق تمام انا هقول له sign in هكتب له الاسم والباسورد طبعا تبنش غرب فطبعا الاسم والباسورد ظهر قدامك عادي بيسألك انت عايز any version اختار اخر حاجة طبعا تمام ال operation بعد كده هتقول له مثلا انا هشغل انجليسي بيسأوي اللي عايز تشغل على قبل ماكينتوش الاوتوكاد فيه نسخة للوندوز ونسخة للاوتوكاد انما الريفت هو عامله ان هو ينفع الشغل عليه نازل نفس نسخة الوندوز وتشتغل على قبل ماكينتوش وبعد كده هتقول له install now هيبدأ يستطبلك الملف بتاعك هيبدأ ينزلك نسخة مسحتها 30 ميجا ده مجرد ملف تسطيب بتدوس عليه بيبدأ ينزلك كل الملفات فبياخد وقت فسيبه يعني هنا الملف ده مساحته 10 ججيع فسيبه براحته خالص لحد ما استطبولك سيبه روح الشغل اعمل اي حاجة غير جو لحد ما هو يكمل التسطيب بإذن الله